هل سامسون أكنيولا هو لكنا يبدأ مباراة الأهلي ولكن الإجاز المعاون هو اللي داخل فكرة سيفي جزيري ولا الكلام ده مكانش موجود لا الكلام ده مكانش موجود من البداية جزي جميز محدد ان سيفي جزيري هو الافضل لمباراة النادي الأهلي ويعن ص 돌�ق молод العمى في سيفي جزيري سامسون لما بينزل أو بيلعب ويشارك مع الفرقة في المباراة الإخيرة هو أعرف أنت بيين أماراً ويستهل الفرصة لكن سامسون أكنيولا مش موجود السنة الجاية مسلا. مش موجود. مش موجود يعني. اتبلغ عمرو مش شرط? اه معلش شكل. هيتبلغ. ايش عمرو تحدى ابريل او كان بيقوله لحد واحد ابريلي يتبلغ. هو. يعني يعني هتبلو متبلغ. الموضوع هيتم بالتفاوم فيها يعني. بص الراجل اصلا لما كان ليه فلوس اتفاهم بشكل عادي خالص ما كانش فيه مشاكل. لان دراء طالما بتوفر الفلوس اللي انت مستحقتك اللي انت عايزها. اللعبة ما بتعملش مشاكل. ليه مهاب ياسر وزياد كمال مدخلوش قايمة مبارات اللي قم. لان هو هو مقسم الموضوع ان هو شايف ان فيه تدوير لازم يحصل. هيستفيد هنا بسيف جعفر مثلا واشحاتة وعبدالله وحمدي ونصر. خد برك كريم ان مثلا في مراكز الوسط والهجوم فيه وفرة عند ناس زمالج من المركاتو الاخير. فبالتالي فيه لعيبة لسه انت عاطف ما شفتهش خالص. شاه. هل هو عنده مشكلة ما عاطف بالعكس يعني. هو شايف ان هو يعمل تدوير ما بين اللاعبين. اه هو انت عارب بس عشان الرقم اللي جاي بيه زياد كمال او الشروط او الدي اللي حصل ما بين زمالك وين بي كان كبير. اه على زياد كمال فهو عليه لغط. ان هو الراجل عايزه مش عايزه. لكن الراجل شايف ان هو من الافضل للفريق ان هو التدوير. ويشوف لعيبة كلها. لعيبة كلها تاخد فرص. فمفيش مشاكل في الموضوع يعني. مفيش اي مفيش اي مشكلة طيب. حسيني انت عايزتوا لحاجة اوه بتكلم. لا دا انا كنت باسأله بسه عشان في شرط في عقد سامسون ده ببلغوا قبل يناه. هو ماشى نص الاهلي فجاي عايزي ماشى نص. لا مش بماشى صار. في شرط في العقد. وحاني ماسك ملف الاجانب. كان معنا العقد كنا ازا بيلنا جايبينه العقد فشوفناه فتبلغوا في واحد ابريل انه هو مش ميتكمل الموسم الجديد. ده كده ما علاقش اي جزائيات شروط جزائية. فبسأله ببلغ ولا ما ببلغ. فقولك الامور هتمشي باتفاهم ومفيش مشكلة. اول مشكلة هتبقى في الزمالك في الفترة اللي جاية. اه طالب نتكلم في المشاكل يعني يا باتشيكو. اه قضيب باتشيكو هتبقى على وشك ان هي خلاص يصدر فاها حكم بالنهاية يعني. الموضوع هيبقى من خمسمائة الف المليون دولار. فالناس بتشتغل على ملفات القضايا سواء باتشيكو او خالب بطيب. عشان مشاكل ايقاف القيد اللي كانت ملاحقة الزمالك في دي الحاجات. لكن الوضع الحالي بالنسبة لسامسون او اي لعب الاجانب اللي هيمشو. الادارة هتبقى حريصة حتى ان التسوية تبقى كلها بالتفاهم. ان يا جماعة اه اه اتشرفنا بالفترة لانتو اضغطوا في النادي لك ايه عليك ايه. تعال نخلص الموضوع نعمل عقد التسوية اه والامور تبقى ماشي فيها طراضي. اللي هي اللي ممكن تيجي فاخر السنة تلاقيه ما بيعملش كده او ابراهيم انضاي.